اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصريحات كابتن محمد عبدالجليل اللي بشوفها طبعا طبيعية جدا وعادية جدا ومنطقية جدا لكن اللي ما كانش طبيعي بالنسبة لي هو ردود الافعال اللي رصدتها الحقيقة تعليقا على تصريح كابتن محمد عبدالجليل انه طالب من لعبة المقصة وده مطش الاهلي الاخير في الدوري المحلي اللي هنلعابه قبل ما نروح حشان نواجه كايزر شيفس في نهاية دوري الابطال والحقيقة وبصرف النظر يعني حتى عن انه ده المطش الاخير قبل نهاية دوري الابطال وبصرف النظر عن تصريح محمد عبدالجليل اللي طالب فيه لعبة المقصة ان هم يخلوا بالهم على لعبة الاهلي لانه عندهم مهم اكبر وده التصريح اللي انا وصفته بانه طبيعي جدا ومنطقي جدا وتربينا عليه ومش شايفين فيه اي خروج على النص اللي كان غريب بالنسبة لي الحقيقة يا ردود الافعال اللي بتنم عن تعصب تطرف لانه زي ما فيه تطرف ديني الحقيقة بقى عندنا تطرف رياضي واللي مش واخد باله انه هو الطبيعي في كرة القدم والطبيعي وابسط قواعد الروح الرياضية انه ما يبقاش فيه تعمد ايزاء تحت ايه زرف من الظروف لأي فريق من اي فريق لأي فريق تاني كان عنده بطولة ما كانش عنده بطولة كان بيمثل مصر او ما كانش بيمثل مصر طبيعي جدا اللي عيبة تحافظ على بعضها في ارض الملعب لان احنا كمان في عصر احتراف فبالتالي مش من المنطقي او من الطبيعي انه لعيبي يفكر في ايزاء لعيب تاني تحت ايه زرف من الظروف والروح الرياضية بتحتم علينا انه مفترض يعني احنا تعلمنا كده انه اي فريق مصري بيلعف بطولة بره مصر بره حدود مصر كل المصريين يقفوا وراه وكل المصريين يدعموه ده الشيء الطبيعي وده الشيء المنطقي واي حد بيفكر بشكل مختلف فبالتأكيد هو عنده خلل في موازين الامور وما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة على اطلاق انه الخلل ده تحتفظ بيه بينك وبين نفسك لكن كمان انك انت تعلنه جهرا تعلنه على الملأ ده اللي بعتقد انه فيه خلل كبير جدا وفيه تطرف كبير جدا وفيه تعصب كبير جدا انا بشوف انه كمان وجود السوشال ميديا تخلينا نقول انه آن الاوان ان احنا نتعامل معاه آن الاوان ان كل واحد في موقع مسئولية يبص المسئوليته ويتحمل مسئوليته بشكل كامل وهتخدنا لتمن كبير جدا ممكن ندفعه بسبب حالة التعصب والتطرف الشديدة جدا النقطة الاهم الحقيقة كمان اللي لازم نتكلم فيها انه على الاعلام الرياضي انه يصح المفاهيم اللي بقت مغلوطة جزء كبير جدا من الشباب اللي النهاردة بيشجعوا كورة او يعني عايشين حياتهم مرتبطة بشكل مباشر بالرياضة استمد للأسف شديد انا بقول للأسف وحط تحت الأسف دي 20 خط استمد حالة التطرف والتعصب دي من بعض القائمين على الاعلام الرياضي وفي وقت من الأوقات بعض المسؤولين في بعض الكائنات الرياضية الكبيرة تهالي موضوع مهم جدا يمكن تصريح كابتن عبدالجليل يعني فتح الموضوع من جديد لكنه موضوع متكرر على مدار فترات طويلة وفي مناسبات كتيرة جدا واصبح الامر في ساحة الرياضة مش بس انك انت تحب كيان او تنتمي الكيان او تشجع كيان لكن مطلوب منك عشان تدلل على حالة الحب وحالة الانتماء وحالة التشجية دي انك انت تكره كل الكيانات المنافسة وانك انت تحاول تشوه اي كيان منافس وانك انت تتمنى اي اخفاق لاي كيان منافس ليك حتى ولو كان بيلعب باسمه مصر وده في حد ذاته خلل كبير جدا يجب ان احنا نعلكم